بسم الله الرحمن الرحيم اليوم ندينا يشرح لحل مشكلة الصوت يخرج من الآيفون من السماعات الخارجية وعند إدخال السماعات الداخلية فإن الصوت برضو رح يخرج من السماعات الخارجية أنا قبل كذا قد شرحت المشكلة بالعكس الصوت كان يطلع في السماعات أو تعليق على وضع سماعة الرأس والسماعة الداخلية ما تعمل. اليوم شرحنا بيكون لا الصوت يطلع من الآيفون أو السماعات الخارجية ولكن عند إدخال السماعات تشعر أن الجهاز ما استقبل السماعة وكأنه مو موجود. طيب موقع ينصح بعدة نصايح وانا قد جربتها مع كذا شخص وانا قد جربتها شخصيا فالحمد لله أنها زبطت من البداية نقوم بإغلاق الجهاز بشكل تام بعد كذا ممكن نجيب منديل معطر أو بشكل خفيف نقوم بمسح هذه من البداية يعني عمل صيانة للجهاز بشكل خفيف والأهم الأهم إذا كانت هذه الفتحة مرتبط مع سلك الشاحن نقوم بتنظيفها كذلك نقوم بتنظيف هذه الفتحة لأنه ساعات سماعة تتواجد بهذا الشكل أو بهذا الشكل وكذلك ما راح نقوم بتنظيف الفتحات الخارجية ذلك باستخدام مثلا هكذا بشكل خفيف نتأكد أنه المشكلة مو من عندنا أو ما يكون بسبب تراكم رواسب أو وسخ داخل هذه الفتحات التي تعمل على عدم قبول سلك أو سماعة طيب كذلك موقع أبل ينصح بإزالة أي كفر بإزالة أي كفر أو جراب بالنسبة للآيفون هذه من ضمن النصائح وأنا بأزيد بإضافة نصيحة أخرى في حال عمل هذه الخطوتين وما نفع معانا نتوجه إلى أي محل اتصالات والتأكد من الفتحات أو الاي سيهات بنسبة لمنافذ سلك الشاحن نتوقع أن هذا باختصار بإذن أننا راح تعمل معكم كان معكم أخوكم خادم ناري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته